السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في فيديو جديد حاولت اجمع اغلب الطلبات اللي اتربتوها عن فئات التجمعات وكان اغلب التعليقات طلبة تجمعات شغل العلعاب حديثة فلقيت ان الحد الادنى اللي يقدر يشغل العلعاب كتير بشكل كويس هيكون تجمع سعرها 5000 جنيه وطبعا يكون فيه تجمعات تانية بقى سعرها اقل من كده لكن في فيديو انه ردنا هنتكلم عن تجمع فرنجل 5000 جنيه وهي بالزبط بسعر 4700 وممكن حتى تجيبها بسعر ارخص من كده وهتكون تجمعية يعني انت هتجيب كل القطع بنفسك ومن غير اي مقدمات كتيرة خلاني نبدأ باول حاجة معانا في تجمعات النهاردة وهو معالج الآي 53470 واللي سعره الواحدة حالين 500 ل600 جنيه والمعالج ضغط بيجيب 4 كورز و 4 سرد وبتردد 3.2 والمعالج نزل سنة 2012 وطبعا يعتبر قديم لكن يقدر يشغل العلعاب شاباب فالرنت وبابجو جي تي افي مع كارت الشيشة اللي هنتكلم عنه في الاخر واخترتلك الالعاب ديت بالذات لان هي اكتر حاجات بتطلب مني في التعليقات فبحاول اجاب لكم يعني الاختابرات اللي انتو حابين تشوفوها رغم ان فيها علعاب كتير اجدد وافضل وينفع ان هي تشتغل على الجهاز برضو بس انا بعرض لكم الاختابرات اللي انتو بتطلبوها وهنشوف مع بعض الاختابرات وتجربة الالعاب لما نتكلم عن كل القطع بتاعت التجميع وتاني حاجة هنحتاجها وهي مظهر برضو اتشو واحد وستين لانها ارخص برضو تشتغل مع المعالج دوت ومع معالجات الجيل التالت زي الاي سيفن تألتا الى سوماية وسبعين لو حبيت يعني ان انتو تطور بعد كده والبورد سعرها حالين خمس ومائة جنيه هتلاقي في الحدود ديت ممكن تقل لخمسين او تزيد خمسين جنيه حسب المكان اللي انت بتشتري منه واشهر برضو موجودة في السوق هي اتشو واحد وستين من جيجا بايت لكن اي نسخة تانية من البورد تبقى كويسة بس حاول برضو النت متجيبش نسخة مش معروفة خالص عشان تقدر بسهولة لنت تتحمل لها الدرايفرز من النت وتقدر كمان تباعها بسهولة في المستقبل لو حبيت وهتجيب تمانية جيجا رام دي ده ارس لي هتلاقي تمانية جيجا رام الالف وستمية قطع واحدة بسعر خمس ومائة جنيه والاختبارات اللي هنشوف على التجمع ديت هتكون على تمانية جيجا رام علشان تشوف الاداة الفعلة اللي هتاخده من الجهاز في الالعاب مع تمانية جيجا رام وزيما والتالك حاول تجيب الرماد قطع واحدة مش قطعتين اربعة واربعة علشان تسيب مكان فاضي تزود في الرماد في المستقبل وكده التالك قطع بسعر 1600 جنيه اللي هي المعالج والمزر بورد والرماد وليت نسك يترا عرض التالت قطع ضدت لو هتاخدهم مع بعض بسعر 1500 وحتى فيقى سعر عالي من كده فيقى 1200 فانت حاول ان انت تجيب التالت قطع مع بعض عشان توفر وبالنسبة للتخزين في الاس اس دي المية وعشرين جيجا حاليا سعره بقى عالي جدا بيبدأ من سعر 850 جنيه فاتسيبه حاليا وتجيب هارد اتش دي دي خمسمائة جيجا هتلاقي سعره متانو خمسين لتلتمائة جيجا ويكون كافي للويندز ولو حطيت عليه كام لعبة حاجبهم صغير عشرين او تلاتين جيجا مسلا هيبقى الهارد كويس جدا والاس اس دي تبقى تجيبه في المستبل عشان الميزانية متعلاش عن كده او تستنى لما سعره يرخش شوية وتجيبه والبور اللي اخترته هيكون تلتمائة وقت مش محتاج حاجة اعلى من كده علشان كارت الشاشة لان نختاره مش بيستهل الطاقة بشكل كبير والبور التلتمائة وقت اللي بالشكلة دهت هيكون سعر 850 لتلتمائة جنيه واخر حاجة قبل من نتكلم عن كارت الشاشة وهي الكيس فهجيب كيس فاضي يلاقيت منها كتير جدا بسعر حوالي 850 جنيه معروضة على الوليكس وانت لو جبت الجهاز كده على وضعه زي ما هو تقدر تشغله وتستخدمه حتى من غير كارت الشاشة لان المعالج فيه كارت داخلي وطبعا على لعبة تيلة مش تشتغل بس لو انت جمعت الجهاز كده واحدة واحدة فتقدر ان انت تجيب كل حاجة ويكون سعرها حوالي 2400 جنيه وممكن تجيبها حتى بسعر رخص لو استنيتت الصفوقات اللي بتنزل على اوليكس لان زي ما قلتلك ممكن تجيب المعالج والبرد والرامات بسعر 1200 او 1000 جنيه وبالنسبة لاخر حاجة هو الكارت والكرت حاليا اسعار غريبة في السوق لان فيه ناس معها كروت من زمان قبل ما الاسعار بتعطي الهارد ويرتعلى وبيغلي في سعر الكارت بشكل مبالغ فيه وفي الناس بيتبيع الكارت الناس السعر اللي هي جابته بيه فبيتبيعه بالاسعار القديمة فانت هتلاقي اختلاف كبير جدا في السعر والكارت اللي اخترته لك والجي تيكس 750 تي اي والكارت بيجيب 2 جيجا في رام وبيستعلك 60 واط وبيشتغر على بورس ابلاي بداية من 250 واط من غير مشكلة والكارت تم اصداره سنة 2014 بس اعداد لك عليها اختبارات على علعاب حديثة زي سبايدر ماري مسترد اللي تم اصداره سنة 2022 والكارت سعره حاليا ما بين 1800 ل 2500 جنيه والسعر دوتا لو انت هتجيبه من شخص عادي ودوتا اللي انزحك جدا ان انت تعمله في الكارت وفي كل القطع ان انت تجيبه من شخص عادي بيعرض اعلانه على اوليكس او على الماركت بلايس بتاع الفيسبوك لان المحلات حاليا بتبيعه بسعر 3000 جنيه والموضوع بتاع اصعب السوق دوت لازم اعمله فيديو مخصوص علشان انا نزلت سوق الكمبيوتر وكان فيه كامل لحظة كده لازم يتقاله في فيديو لوحده فهتلاقي فارق كبير جدا في السعر حسب التاجر والمكان اللي هتشتري منه فانت لو جيبت الكارت مسلا بسعر 2500 جنيه فهتبقى كده عملت التجمع كلها بسعر 4700 وزي ما قلتلك لو انت مستعجل ومحتاج جهاز دلوقتي تبدا تتجيب القطع كلها من غير كارت الشاشة وهيشتغل معاك عادي بس مش هتقدر تشغل علعاب تقيلة لحده ما تلاقي صفقة كويسة لكارت 950 تي اي وحتى لو سنة ممكن تلاقي صفقة احسن من كده كلها كارت مسلا شبهة 950 بيتباع بألفين جنيه وعالفين ومية والعروض دي تليت نسمى نزلها على اوليكس بس كانت نادرة شوية خلاني بقى ننتقل الجزء الاخير وهو تجربة الجهاز في الالعاب وفي الالعاب بقيت قديمة شبهة جيتي اي فيو بيس 2021 بس الحد النهاردة اغلب التعليقات بتسعر عن الالعاب ديت فاعرض لك اختبارات للكارت دوت في الالعاب جديدة وقديمة والاختبارة يكون على شكل سوء عشان حقوق الملكية بس يسيب لك الرابط كامل للااختبارات في الوصف وزي ما شفنا اداء كويس جدا في كل الالعاب اللي جربناها وملحوظه بالنسبة للمعالج المختلف فانت هتاخد نفس الاداء مع الـ i5 3470 عشان في اغلب الاختبارات ما كانش المعالج بيستالك اكتر من 50% فدوات كان اداء الالعاب اللي هتاخده من التجمع ديت وما اعتقدش انه هو وحش بالسارة دوت وطبعا نتكلم عن التجمعات تانية بقى سعر اقل زي تجمعات الـ 1000 جنيه وتجمعات الـ 3000 جنيه وكمان اعمل فيديو عن كروت شاشة بتقدم كوما كويس حتى بعد ما سعرها غلى وكل الفيديوهات ديت جاية في المستقبل وبس كده صاحب ديت كانت كل حاجة معانا النهاردة اتمنى يكون الفيديو وافايا دك وعجبك واستنون ان شاء الله في فيديو تاني قريب وسلام